بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديث للصف الثاني التأهيل للفصل الدراسي الثاني وعنوان درسنا لهذا اليوم سورة الغاشية الجزء الثاني من الآية رقم عشر وحتى الآية رقم تسعة عشر تعليمات هامة في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن أبطال لأنسى ما يعني يكون في مكان مناسب يعني بعيد عن كل شيء يشغلني عن الدرس بعيد عن الأجهزة الإلكترونية بعيد عن الألعاب بعيد عن شاشة التلفاز كل شيء يشغلني عن التركيز أثناء هذا الدرس يجب أن يكون بعيد عني وكذلك من المهم أن يكون الكتاب موجود لدي القلم كذلك حتى أستطيع حل الأنشطة التي لدينا وكذلك من المهم جدا أن لا أنسى أن نستمر في متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته اتفقنا على ذلك أبطال ولنبدأ على بركة الله تأكد الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية صف الثاني التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة وقم بفتح الكتاب على صفحة الدرس رقم 39 يتوقع منك عزيزي الطالب بعد هذا الدرس أن تعرف اسم السورة بشكل صحيح أن تستمع إلى الآيات بشكل صحيح تكرار الآيات بشكل صحيح تحفظ الآيات بشكل صحيح إذن يا أبطال هذا هو في الدرس لديكم في الكتاب الدرس التاسع سورة الغاشية الجزء الثاني من الآية رقم 10 وحتى الآية رقم 19 بالإمكان إذا لم يكن لديك الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي ولا أنسى أن نفتح الكتاب على صفحة الدرس رقم 39 إذا لم يكن كذلك لديك الكتاب بالإمكان أن أقوم بالمتابعة من القرآن الكريم أو من المصحف الشريف ولكن لا أنسى مهم جداً لا أنسى عندما أريد لمس المصحف أن أكون متوضئاً وعلى طهارة إذن من الواضح لدينا يا أبطال بالإمكان متابعة هذا الدرس بالعديد من الطرق والعديد من الوسائل الأهم أن تتابع هذا الدرس بكل تركيز واهتمام حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة إن شاء الله تعالى الأهم أزائي الطلاب والطالبات التركيز والانتباه والتكرار كذلك والاستماع بشكل جيد عند تلاوة هذه الآيات لسورة الغاشية حتى تستطيع حفظها وكما تعودت منكم دائماً القراءة والتكرار بعد استماعكم لتلاوة هذه الآيات من حفظ منكم هذه الآيات في بداية في الدرس الأول والدرس الثاني كذلك لدينا قمنا بحفظ آيتين في كل درس من حفظ منكم هذه الآيات يقوم بقراءتها وكذلك أساعدكم في تلاوتها وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نحفظ الآيتين وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة نقرأ سوياً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية مرة أخرى لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة إذن يا أبطال أحسنتم فنستطاع حفظ الآيات السابقة يقوم بقراءتها وكذلك أساعدكم في قراءة هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة هذه هي الآيات التي قمنا بحفظها وتكرارها الآن نريد حفظ الآيتين التي بعدها حتى نستطيع إتقانها أريد منك التكرار حتى تستطيع حفظ وإتقان هذه الآيات وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق نكرر هذه الكلمة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة الآن نقرأها سويا وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة أحسنتم يا الطال وبرك الله فيكم كما تعودت منكم دائما نقوم بتلاوة هذه الآيتين وتكرارها خلال اليوم كيف أقوم بتكرارها؟ عبر القراءة من القرآن مباشرة عبر القراءة من الكتاب لدي أكررها مع والدي مع والدتي أحد إخواني أقوم بتكرار هذه الآيات أقوم بتكرار هذه الآيتين فقط حتى أستطيع بربطها مع الآيات السابقة التي قمنا بحفظها يا أبطال ثم نكمل الآن تلاوة بقية الآيات حتى نستطيع ضبطها وإتقانها وضبط طريقة قراءتها حتى إذا كنت أستطيع قراءتها هذا ممتاز جدا أحاول حفظها لم أستطيع قراءتها ونطقها بشكل صحيح كل هذا ممتاز أعزائي الطلاب والطالبات رائع جدا أن أبذل هذا الجهد والمحاولة لتلاوة وقراءة وحفظ هذه الآيات الآن نكمل تلاوة بقية الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت السلام عليكم واشاء الله رائعين هذه الآيات بإذن الله تعالى مهم جدا أن أضبط طلاوتها طريقة قراءتي لهذه الآيات حتى يكون بعد ذلك من السهل جدا علي أن أحفظ هذه الآيات وأستطيع حتى قراءتها وتلاوتها وتكرارها بالإمكان أن أقوم بالتلاوة والتكرار لهذه الآيات وقراءتها بطريقة صحيحة المهم أحفظ ومهم أقرأ بشكل صحيح كذلك يا أبطال أرسم خطا تحت الإجابة الصحيحة اسم السورة من خلال ما تعلمنا يا أبطال ها وش رايكم اسم السورة هل هو التين أو الغاشية ها عزي الطلاب والطالبات السورة التي نقوم بحفظها هل هي سورة الغاشية أم سورة التين كررنا الاسم بالعديد من المرات هل هي سورة التين أم سورة الغاشية أحسنتم عشاء الله بالتأكيد هي سهلة سهلة جدا سورة الغاشية كررناها في العديد من المرات هي سورة الغاشية سورة الغاشية هي الإجابة الصحيحة من خلال ما تعلمنا كذلك سورة الغاشية هل هي مدنية أم مكية سورة الغاشية هل هي مدنية أو مكية ذكرنا يا أبطال مدنية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان بالمدينة مكية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة وبينا في الدرس السابق سورة الغاشية هل هي مدنية أو مكية كررناها في العديد من المرات في الدرس السابق يا سلام عليكم أحسنتم هي سورة مكية سورة الغاشية سورة مكية إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع والتكرار والانتباه والمتابعة لهذا الدرس ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته